أنت بداية مشوارك الإخراجة مثل ما ذكرنا كانت كمخرج منفذ مع والديك الراحل هشام شربجي وتحديداً الانطلاقة كانت عام 1997 بالمسلسل كوميدي عيلة سبع نجوم يلي دخل بيوت الملايين إن كان بلبنان بسوريا بالعالم العربي كله شو المسؤولية اللي محملك إياها لأب بنت شيخ الكار؟ أنا بلشت قبل سبع نجوم وين؟ كان فيه عمل إذا بدك مو مخرج منفذ كنت سكريبت سكريبت هو الحدا اللي بيضبط الحركة وبيضبط الملابس يعني ما معقول أنا مثلاً أكون لابسة معك هلأ هيك بالمسالسة لو طال على سهر أكون لابسة شي تاني بأي عمل؟ اسمه طيبون جداً طيبون جداً وكان لعصام سليمان الله يرحمه ست نادين خوري مجموعة من الأبطال وكان عم يتصور بضيعة من ضيعة بنياس اللي كتير بحبة اسمه خربة كسيح ففجأة بنت جاي عايشة بدبي بتشتغل ست سبع ساعات وبتاخد مصاري كتير كتير وبتنزل على السوق وعلى المول وعلى الكافيهات ومدر شو وفجأة بتاخدها على ضيعة بالجبل بآخر الدنيا طبعاً أنا بالنسبة لإليها ضيعة سحر بتسوى كل الدنيا بتعمل تشتغلي بدبي عالم تنفس أطفال صح؟ أطفال ثلاث سنين ثلاث سنين ففجأة بتاخدها بتحبسها 18 ساعة بليوم من الساعة 8 الصبح للساعة 12 بليوم بتخيل الصدمة فأول شيء أول كام يوم هيك يمكن هيدا بالفعل أول كاف أكلتي هيدا أول كاف بكون عسانة قال له لأ بطلت ما بقى بدي الله يخليك بابا تركني يرجع دبي مشوه الله تبالش دبي يرجع مصر أنا موافقة كانت صدمة على عدد الساعات الشغل وبعد شوي صرت صحبة أنا وكل أهل الضيعة وبقيت كتارة غلبة وصرت قعد جمبابا ما بعرف لسه لأني فتت مو يعني مو بالتدريج فتت بنت المخرج ومن عالم مختلف ومن عالم مختلف فلسه ما بعرف تقاليد إنه ما بيصير قوله للمخرج بصوت عالي إنه شهد موهم ممنيحة هون طلع فيديك يقول يا مودي سكتة اسكت كترت غلبة هيك بلشت بس بلشت كتر غلبة وإقرأ الحلقة وقال له والله مدري هون لا مو منطق هون حسيت في علاقة بطربتك بينك وبين الناس حسيت في علاقة بيني وبين هاي المهنة أنا موجودة بس أنا ماني اكتشفتها بدليل إنه بلش ترجع ذكرتي أنا دائما بالمدرسة أنا مخرجة المسرحيات دائما بالجامعة أنا إذا فيه شيء العلاقة بالتمثيل ففد وفتت بها المهنة وانطلقتي وأخدتني وأخدتني المهنة أنت رجعتي كملتي كمخرج منفذ مع والدي كالراحل بعدة أعمال متل ما شفنا بالفيديو عائلة تمنى نجوم بطل من هذا الزمان أنت عمري وأصرار المدينة صراع الزمن صح؟ جول لنار أو صراع الزمن صح؟ 100% وبنات أكريكوز أكريكوز وقلت زوء وكترة غلبي وقلت زوء وكترة غلبي لأ أنت لقتك بالإخراج كانت بسوريا مش بمصر مع أنه مصر حل مكتار مصر يعني كانت سوء كتير كبير صعب صعب كتير أصعب من سوريا أصعب من سوريا ما بيتقبلوا الغريب لا مو لا مو هيك أبدا بالعكس مصر يعني كل المخرجين العرب والفنانات شفت يعني قديش عنا تنوع لا لا الفكرة كيف بديفوت ومن وين بديفوت كتير بدي أخذ إحرق سنين طويلة لحتى أوصل بسوريا أسهل بسوريا أسهل أنه الوالد وقدر يعني يحتضني ويعلمني ووفر علي سنين طويلة الحقيقة لما حكوا معي سوريا الدولية لإخراج أول عمل الحقيقة كان بضمانة البابا يعني أول قانون ولكن صح؟ أول اللقاء إلنا مع ساحب الشركة والمجلس الإدارة على الشركة كان موجود البابا نحضر مشهد من هالعمل يلا أنا بحبه كتير هذا العمل مثل ما ذكرنا عام 2003 إمتي بإخراج هالعمل يلي هو أول عمل إلك بمساندة الوالد قانون ولكن على فكرة ما إجا ولا يوم على التصوير بس بالكواليس يدعمك أبدا والله بالبيت بالبيت يعمل حاله نايم وقت مثلا أخذ مشهد وقل له والله مستصعبته تعرف شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال لي ما تخافي من الكاميرا زدتيها وين ما بدك؟ هي بتلحقك حلو والله كان يحط لك جواسيس على الساد اي كمر كان يحط لك كتير والله كتير كيف اكتشفتك؟ و أنا بعد ما بعد ما لا ما هنن صاروا يقولولي بعدين كان منهم نزرو ويا أحمد الحم ومجموعة الشباب الحلوة هاي اللي طلعنا سوا وكانوا هنن كلهم يشتغلوا معه فكان كان يتطمن من بعيد لبعيد من مدير الإنتاج بس ولا مرة بقانون لكن زارني ولا حتى ياخد صورة بلوكيشن يقول ولا عم ينزل هشام شرباجي حتى ما يقوله هيدبنت المخرج أنا بعد ما خلصت تصوير نهائي ومنتاج حبيت استعيير صوته بالراوي وخليت مدير الإنتاج يحكي معه مثل كأنه أي حدا غريب حلو اتفاجأ وكان يقول يا بنت الكلب بعته مدير الإنتاج يحكي معي ما رح تسجل لك وكذا بس بعدين لما نزلنا نسجل أصرت أعطيني ملاحظات يقول لي والله يطلعت من البيضة وبلشت أعطيني ملاحظات كان كتير مهدوم وكبرت ومشاكس هالمسلسل بيطرح مجموعة من المشاكل اللي بيعاني مننا المجتمع السوري مثل الفساد الإداري الفساد الوظيفي والفساد الأخلاقي فساد المجتمع فساد المجتمع ككل اليوم نسبة الفساد بسوريا زادت بعض الحرب لا ما فيك تقول زادت فيك تقول ظهرت شوف الفساد موجود هذا اللي حكينا بولاد بديع موجود داخل كل إنسان النفس أمارة بالسوق فيه شر وفيه خير حسب بقى كيف أنت بنيت هاي النفسية شو اللي تعرضت له بالحياة تفوق وفيه دائما صراع داخلي جوات الإنسان نفسه بين الخير والشار كيف بدنا نقمع منسوب الشر جواتنا جواتنا هاي هاي ها قلت لك شو هاي هاي أول شي بتكون علاقة حلوة مع الله علاقة حلوة مع الآخرين نشأة تربية ظروف جميلة وروح طيبة وروح شريرة أنا عندي قناعة مطلقة بهاي القصة إنه مو بس التربية بتأثر إحنا بتدقي من حتى أنا دراستي بتقول إنه أول ست سنين بالحياة بتشكل البني آدم مع هدد تماما تماما موافقته باصمة بالعشرة بس فيه أرواح بتجي هي نزقة هي روح شريرة وحتى شو مكان لو عايش بترهبن يعني بتحسه شرير شر بيكون موجود نحن بها المحطة وعلى سيرة القانون شو القانون اللي ممكن راشا شرباجي يكون عنده الجرأة إنه تلتف حوله بسوريا لأنه بتشوفه ظالم بحق أو بحق اكتار لا أنا ما عندي غير قانون واحد وهذا قدرنا الحمد لله بمصر نتجاوزه هو إنه فعلا الطفل هو بحاجة جنسية أمه هذا كتير بحسه ضروري يمكن بسوريا فيه ظروف هي العلاقة قانون الحضانة قانون الحضانة يعني وقانون الجنسية يمكن لأنه يمكن لأنه فيه عدد من الفلسطينية كتير كبير ما بعرف شو السبب فيه عدة أسباب بس أنا بتأمل إنه هذا يكون يعني عدل إنه الأم تعطي وأنا بشدة على إيدك بهالموضوع مننتقل لها محطة أخرى أشواك ناعمة عام 2005 عام 2005 عام 2005 إمتي بإخراج مسلسل أشواك ناعمة يلي بيتحدث عن عالم المراهقات وبهالفترة غارشها بتكون نسبة الإنحراف أعلى من أي مرحلة تاني بتأيديني؟ مرحلة المراهقة هي الانتقال من الطفولة لأن أنت تكون بقى شخص تعتمد على حالك بتتخذ قراراتك فغالباً بيكون فيه تخبط بيكون فيه محاولة إثباتات لذات بشكل غلط إذا ما فيه متابعة من الأهل ويمحلة هديك المرحلة بالألفين وخمسة يعني كنا بأمان وكانت الدنيا مضبوطة هلأ أشوف اليوم ما في الأطفال الألعين الأباء عن جد هلأ طب وعند رشا شربجي المراهقة نسبة الإنحراف كانت عالية؟ يعني أقصى شي عملت وغلط زوغت من المدرسة ومن ثلاثة بس يعني لا سيجارة ولا سهرة ولا ميكب مثلاً بالمدرسة ولا قصير ولا بوسط صديق بوسط شاب حبيب أبداً أبداً كتير مثالية كيمكن البيت الماما كتير جديدة أصلاً ما سمحتلي أنه يكون عندي مجال الحرف يعني أبداً أبداً يعني عالساعة وعالتك يكون بالبيت نظام عسكري هي شويش نايرة أبداً لا يطول بعمرها بالمدرسة كنت التلميذة اللي بتقعد قدام أو وراء مع الشلة لا وراء وراء مشاغبة من أنت وصغيرك وراء بس الغريب اطلع الأولى الثانية الثالثة يعني ما بعرف وكانت دائماً ماما تهدته لأخي تقل له بضل طول الثاني قعدة جنبك وجايبتلك مدرسين وقعدة عم وهي هاي ما بشوفها عم تدرس ولا بتقعد بتطلع الأولى كيف بس بدي أفهم ما بعرف كانت دائماً مسبت فاجأة مني ولأ ورمية تبتي إنه خلاص هاي بتدب الرأس خلقت غيري بينك وبان خي أبداً حبيبي هذا مو خي هذا ابني كبرت 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 بتعرف شو بتعرف إنه أنا صغيرة كبيرة ما هتصدقني أنا كان عمري 10-12 سنة مسؤولة عن أخي بروح على المدرسة بس يضرب جرز هكلم مصري لأنه غزباً عني بس يضرب جرز الفصحة بتاعت الحضانة كنت أنا بطابق الرابع أنزل عنده بس لقتطمن إنه أكل صنديشته ولا لأ بيعاية ولا لأ فكنت أحس إنه هو ابني وكانت لما تطلعوا الناد فيروسة بعضا عشادي مبحت بكي قالوا وقفوها هاي ما بقى بدي إسمعها بالبيت كنت كتير إزعل